اكدت سعدة سيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة حرص مملكة البحرين على موصلة تطوير قطاع المؤتمرات والمعارض ورفضه بمختلف المقومات والتسهيلات بما يدعم تحقيق اهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 جاء ذلك على هامش لقاء سعدة وزيرة السياحة في مركز البحرين العالمي للمعارض بالسيد ماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي والسيد مبارك الشمسي مدير ادارة مكتب ابو ظبي للمؤتمرات والمعارض والسيد خالد زجالي مدير مكتب عمان للمؤتمرات وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز اوجه التعاون المشترك في سبيل الارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى دول مجلس التعاون والتباحث في اقامة المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى في الدول الشقيقة وقد اكدت وزيرة السياحة اهمية الاستمرار في تعزيز سياحة الاعمال فيما اشهد المسؤولون الخليجيون بالاستراتيجية السياحية الطموحة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر